اشتركوا في القناة 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 لصحابة جليل وصداقاتك للإنسان منهم ويقول لها صلاحيات لنبي صلى الله عليه وسلم لها بيوتا لفقهم ودي بكتاب ودي بسرنة ودي بقرآن ودي بحديث ودي بمعالم الإسلام وصداقاتك للإنسان منهم رسالة كتب أقوله كتاب كتب أقولهم والكتاب اللي هنا كتاب مشهورته أقوها إسلام بمزحج مزحج وهي أيضا قبيرة يمانية أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في رمضان سنة عشر هدريل يدعو من الإسلام وأمره أن لا يقاتلهم حتى يقاتلوه فلما انتهى إليهم ولقي جموعهم دعاهم إلى الإسلام فأبوا ورم المسلمين بن نبل فسف علي مع أصحابه وقاتلهم حتى هزمهم فكف عن طلبهم قليلا ثم لحقهم ودعاهم إلى الإسلام فأصلموا وبايعه رؤساؤهم وقالوا نحن على من ورائنا من قومنا وهذه صداقاتنا فأخذ منها حق الله ففعلت ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافاه بمكة في حجة الوداع وقالوا لهم وهي إسلام من المزحج وقالوا لهم قبيلته وقبيلته في يمان علو النبي صلى الله عليه وسلم علي بن نبي طالب لهم إسلام دي مقلدوا اليوم سنة عشره هجرية وفي البداية أبوا وابا نبل وابا قواس وابا نايا رمح وقالوا لهم المسلمين لا كفوا وذيب حرب أتوا فنقوا وعليف حرب أتديبهم وكمسال هجميهم وهزميهم سعوا يهنده هنا يلاحق اليوم نأدنا منهم شوية وحارد عواتي السلام قدم كلهم أسلموا وحنا المهنات والصداقات نساء منه وقرنا لهم المجتمعنا حنا أسلموا لرؤساء لنا كلهم مطقوا ولصداقات هبوا وبا نيابة بنا يا مجتمعهم انتهاء قوء بالله شرهم كفاء وأسلموا وموروك انتهاء وحقها علي بن نبي طالب طوال حق الله معركات الله وحق الله انتسار اللي اسكر المكرمة جيسا وقال النبي صلى الله عليه وسلم دي بحجة الوضع دي بمكة عريو وفد أزد شنوئة ميتة اللي هي أزد شنوئة هي أيضا قبيرة مشهورة في جهة اليمن توافدوا برئاسة سرد بن عبدالله الأزدي فأسلموا فأمر عليهم وأمره أن يجاهد بمن أسلم من يليه من أهل الشرك قبل قبيلات برضو حدانتم دي بامن عنو من أزديينتم وقال اللي سرد بن عبدالله قل أمر دي بامنه وأسلموا والأبي والقاتل وعدول أبي وقال مشركين قل جاهد بل صلاحية نساء اللي ما هينا أمرانكم سر اللي أنتهى هذه وفود جرير بن عبدالله البجلي وهذه الصلخة اللي كفعلت وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبدالله البجلي وهو من مشاهير الصحابة وكانت وكانت لقبيلته بجيلة وخثعم سنم ومعبد كبير يسمونه ذا الخل صح يضاهون به الكعبة فكانوا يقولون للكعبة الكعبة الشامية ولمعبدهم الكعبة اليمانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لجليل ألا تريحني منذ الخلصة فشك إليه أنه لا يثبت على الخيل فضارب بيده الكريم في سدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فلم يسقط بعد ذلك عن فرص ونفر جرير إلى يد الخلصة في خمسين ومئة راكب من قومه أحمس فرع من بجيلة فخرب ذلك البيت وأحرقه وتركه مثل الجمل الأجرب وبعث أبا أرطاط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة لخيل أحمس ورجالها خمس مرات فرع قبيلة من القبائل بتاع بجيلة ده أحمس النبي صلى الله عليه وسلم ده عليهم بالبركة خمس مرات صلى الله عليه وسلم إلا هيني النبي صلى الله عليه وسلم أقوم دي مدينة ورج جرير بن عبد الله البجري اللي بقولوه ما تأيو وفد من أنتو وتوم من نمى شهير من نمى شهير يا صحابات من جرير ولقبيلة لنايوب جيلة على توقص سنم عبي على أقل الله سنم لنايوب الخلص سموه وعليو وتوم يعني قبلها تكعبت لدو عليو ومضاهات والدب عليو يعني الاتفاخر عليو والكعبة الشامية سموه الكعبة وكعبة الشريف أقلها وأقلو أقلو الكعبة يقدرني بني وأقلو ودعى أقلو صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت واجعله هاديا مهد يا رب ثبته ومهد يلي صلى الله عليه وسلم وحق لما رضل هاي وادقان وتوالي قيسة جرير خمسين نفر من جماعة وركاب من دانس أمانا قبيلة نناي ومن أحمس من نفر عناي ومن بجيلاتهم وقيسة كالبيت أخرى بايا وعند دايا وتمام سعى لابايا كما قمال لعباق لمن تهيت ودايا وغروا أبا أرطات لبولوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلوا لأكا وبلبشروا وقل أسئلوا والنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم جماعاتهم قل لهم خيالنانا يوم وقل لهم صبقهم قل لهم فروس قل لهم ركاب لعلاو قل لهم جميلات قل لهم كل حمس مرة ادعا قلوا من نبي صلى الله عليه وسلم أدي ظهور الأسود العنسي وقتله إلا كفعلت الهاني لنبي صلى الله عليه وسلم رؤية لرأيكم سلم مسيما الكذب نبوة لدعاات وبينما استطبأ الأمن والإسلام في اليمن وعمار رسول الله متوافرون في جميع جهاته الظهر الأسود العنسي من بلدة كهف حنان في سبعمائة مقاتل يدعي لنفسه النبوة والأمر وتقدم إلى صنعاء احتلها ثم تفاقم أمره واشتدت فتنته وقوي ملكه حتى انحاز عمار رسول الله إلى أرض الأشعريين وعامله المسلمون بالتقية واستمر ذلك ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ثم احتال عليه فيروز الديلمي وزملائه من الفرس وكانوا قد أسلموا فقتله فيروز واحتز رأسه ورماه خارج الحسن فإن هزم أصحابه وذهر الإسلام وأهله وتراجع نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعمالهم وكتبوا بذلك إليه صلى الله عليه وسلم وكان قتله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة فأتاه الوحياء فأخبره به أصحابه ثم وسل الكتاب في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه اللي أنور الأسود العنسي أنور العنسي ومشهور مراسل على جزيرة أنور العنسي اللي قلقين اللي قسجال أسود العنسي اللي المعزر وبينما استتبأ الأمن والإسلام دي بيمن خلاص أقول الأمن استطبأ والإسلام انتشرة وروا وعمالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قوم على واجبهم قلي دو زكوات قلي جمعوا صداقات قلي جمعوا دعوات قلي بلقو وروا كان ينبط تكلفة النبي صلى الله عليه وسلم لكلو فعل بواجب لنا يقل لقنا انتشرة من دلو واندشاقو وروا من قلهم اللي الأسود العنسي اللي قولو من بلدات حتيك كهف حنان اللي قولو من نندف قل بسبعم مئة مقاتل بوما طا والنبوة دعا النبي أنا بيلا والأمر كل قلي يريتي بيلا وسيق سنعم ما تقع وقل سنعم احتل لايا والأمر لنا أي مرة اشتد ولا فتنتو عبيد بضحاء وملوك ودا ولا ملوك ناي كمان ملوك قوي قبق السكما العمان رسول الله صلى الله عليه وسلم منطقة نايا العشعريين جيشو وسرون باكل علو جوا بتغيث لتعامل قبق والأسما والأسلام ممك ما قبق وإلي ودع اللي يعني من ثلاث وعليح سك أربع وعليح استمر قبي فترة كلا دي بق استمر أقوها غرو اسليماي بحيلة مطهيو فيروز الدي لما اللي هامو منا فورستهم وإلي هم مسلمين علو مطهو وأوسلمام علو أتوق قتلي لفيروز والحنقلبتك ومنح السنة العلادي ومنبر لك واتهزم أهتو الأصحاب والأسلام والأسلام زهراء ولا عدوا زهراء والنواب والعمال النبي صلى الله عليه وسلم التأشق عليهم أقبلوا وردك وواجبوا ودقوا وإل أبو للحاصل أبو كتبوا كتاب كتبوا ورسالة كتبوا في النبي صلى الله عليه وسلم ومقتلنا إلا أنور الأسود العنسي قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ديت وفو قدم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومقتلkm 립 وفات لالت ووحي مبلغ أيها النبي صلى الله عليه وسلم وحي آمر والكتاب علو حقها uso سيد أبو بكر خلافة passage خلافة المسلمين قم ت Pack اللق اللي مطأ من يمن. طب الله لسفحة نايا وفود ونايا عمال ونايا آآ لاتكتبها له الوفود والوفود والدعاة والعمال اللهم منا آآ يعني آآ حلقات مية اربعة وخمسين اسق مية ثلاثة وستين دي يقول اللي اتهاق على هذا دي يقول اللي اتهاق على ده كله من نأوله الوفود ولا عمال ولا دعاة اقل امر اللحظة ولا تابع اللحظة منعنا حلقة مية آآ اربعة وخمسين منا آآ اسق آآ حلقة مية ثلاثة وستين كفال كفال بدوح اشياء حناوين وارس بديبة هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة